ومبارح أنا لاحظت أول يوم مرة أقلقاء مع زوجتي أنه ذايقه ناطق الإعلامي أنه كنت قلت سيقة القتل هو بالذايقه عنده إنسانية وعنده شعور وخايف عن مشاعره أما إحنا لما يقول تلكأنا إحنا لا يوجد مشاعر لا يوجد داعي أنه كلمة تلكأ كانت كلمة قاتلة تتهم الأهل أنهم هم سبب قتل بنتهم طفل يأتي نور بنت الكبيرة كثير كانت تيجي أمراتهم قادمين بعدما كنا نقرأه ونشوف شو اللي صار وكانت تقرأه لأنها واعية يعني مش تصغير طبعا صف سادس صف سادس يعني تقرأ التقرير يعني اللي تم نشره تتهمنا أنه إحنا كنا سبب بأنه ماتت البنت أعرف وضحة كمان نفسي يعني مجرد هم بفكروا أنه الأشياء اللي تلفط أو تقال إنها بتكون على نفسية الشخص اللي بيستقبلها إنها عادية أمر طبيعي لأنهم متعودين وما تفاجأت أنا بالتقرير التقرير هذا بيكون محطوط على فلاشة وبكونوا كاتبينه لأنه بصير حالات كثيرة ممكن الناس ما بتدريع عنها بس بيغيروا الأسماء وبغيروا التواريخ وبردوا بنزلوه وما تفاجأت لما وزير الصحة بزار بشان يفتح التوسعة وزار مركز صحي كفريوبا لأنه أصلا مستحيل يكلف نفسه يعني معالي وزير يتعامل مع مواطن عادي اللي يروح عليه على البيت والغريب أنه لما يجيت أنت إراع على مركز صحي كفريوبا أنه البيت جمبه جمبه يعني يمكن بس أتوقع يعني يمكن يكون الناس بقولك كذا قاعد بحكي يمكن إجروا اليمين ما وافقة إجروا الشمال على أساس أنه تميل أنه تشوف البيت طب أنت بتقول أنه ما كان فيه تواصل كيف فيش تواصل تلما حكيته معاي على أساس أنه وزير الوزير شو المانع أن الوزير يقابل مواطن وانت موجود لخدمة المواطن انت مش موجود عشان تلبس بدلة وتقود ورا مكتب ويمشي وراك الناس أو موكب مشان يوصلوه كمي ما كنت أو مشان ترف تفتتح انت موجود لخدمة المواطنين وجلالة الملك لما وضع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء لما وضع الوزراء الهدف منه خدمة المواطن وكان الله يرحمه جلالة الملك المغفور الله وحسين بن طلال أنه كلمة تردد في أدن الجميع أنه الإنسان أغلى ما يملك هم لا هم يعتبروا الإنسان أدنى ما نملك يعني لما أنت بتقول لي بعدين اللي حكوا هم يتلكوا بالعفاء أنت بتنتظر طفيل قاعد بموت تعالوا وروح يجيبوا العفاء يفرضوا للهل المش موجودين ما تساوه فيه بدك تخلص منه يعني بتعطيه إبريتا بتقوله خليه موت خلاص 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 منه